مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبناء إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضرا محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة عزيزاتي طالبات الصف التاسع لنستكمل معا دروسنا في مادة العلوم واليوم سوف نقوم معا بعمل مراجعة على ما تم دراسته خلال الفترة السابقة استعدادا لاختبارات منتصف العام عزيزتي الطالبات ركزي معي اليوم حتى تتعرفين على بعض الأسئلة المهمة في المنهج وكذلك تعرفين طريقة الإجابة على السؤال فلنبدأ مع لنذكر أولا أنفسنا بالقيمة الشارية وهي بعنوان المشاركة وقيمتنا الأسبوعية الإخلاص لقد قيل عن الإخلاص عزيزتي الطالبة إن في إخلاص ساعة نجات للأبد ولكن الإخلاص عزيز في زمننا هذا فاحرس دائما عزيزتي الطالبة أن تتحلي بهذا الخلق لأنه من الخلق العظيمة والنادرة عزيزتي الطالبة هيا بنا نبدأ معا طرح بعض الأسئلة المهمة في المنهج أولا أجيبيني عن هذا السؤال فكري معي حتى نتوصل إلى الإجابة أي من التالي يعبر عن أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط لأعلى هل المقصود بذلك التردد أم سعة الموجة أم الطول الموجي أم سرعة الموجة فكري يا عزيزتي الطالبة قمي بقراءة السؤال بكل تركيز ثم أجيبيني أحسنتي إنه يمثل السعة الموجية فهي أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط إلى أعلى لنستكمل معا قرأي هذا السؤال أيضا ما هي وحدة قياس التردد؟ أي الوحدات التالية تمثل وحدة قياس التردد؟ هل هي المتر؟ أم الثانية؟ أم الهيرتز؟ أم المتر على الثانية؟ فكري جيدا قبل أن تجيبي على السؤال تبكري ما درسناه معا نعم أحسنتي إنها الهيرتز والآن لنقم بقراءة ديز السؤال أيضا أي الموجات المستخدمة في الكشف عن العملات؟ أي الموجات التالية تمثل الموجات المستخدمة في الكشف عن العملات عزيزة الطالبة؟ هل تعد أشعة جاما؟ هي التي تستخدم في الكشف عن العملات؟ أم الآشعة الصينية؟ أم موجات الراديو؟ أم الموجات فوق البنفسجية؟ فكري قليلا حتى تتمكنين من الإجابة بشكل صحيح على السؤال أحسنتي إنها الآشعة فوق البنفسجية لنقم بعرض سؤال آخر أي ألوان الضوء المرئي التالية تعد الأعلى طاقة بين الألوان؟ هل هو اللون الأحمر أم البرتقالي أم الأخضر؟ أم اللون البنفسجية عزيزة الطالبة؟ نعم أحسنتي إن اللون البنفسجي يعد الأعلى في التردد وكذلك إذن فهو الأعلى في الطاقة لأن التردد والطول الموجي بينهما علاقة طردية إذا زاد تردد اللون زاد طاقته وقل طوله الموجي إذن فالضوء البنفسجي هو الأعلى تردد والأعلى في الطاقة لنقمل معاً قرأ السؤال جيداً وفكري فيه قبل الإجابة عند إسقاط شعاع على مرآة محدبة مواذياً للمحور الرئيسي فإنه هل يقوم بالإنعكاس على نفسه؟ أم ينعكس ماراً بالبؤرة؟ أم ينعكس ليمر امتداده بالبؤرة؟ أم ينعكس ماراً بمركز التقوير؟ أحسنتي إنه سوف ينعكس عزيزتي الطالبة ليمر امتداده بالبؤرة والتي تقع خلف المرآة لنستكمل معاً سؤالاً آخر والآن لنقوم بالإجابة على هذا السؤال أي الشكلين يمثل شكل صوت الأسد ولماذا؟ نعم إنه هذا الشكل المشارئ إليه بالسهم إنه يمثل صوت الأسد لماذا؟ لأن صوت الأسد صوت غليز قليل التردد فكلما قل التردد ذادت غلزة الصوت والآن لنقوم بالتعرف على هذا السؤال المطروح أمامنا إذا كان نصف قطر تقوير المرآة المقعرة يساوي 20 سنتيمتر فما قياس بعدها البؤري؟ جميعنا نعرف أن R وهي نصف قطر التقوير يساوي 2F وهو البعد البؤري إذن F يساوي R على 2 قياس نصف قطر التقوير 20 بقسمته على 2 يكون الناتق 10 إذن قياس البعد البؤري لهذه المرآة يساوي 10 سنتيمتر وأيضاً تعرفي معي على هذه المقارنة لنقوم بالمقارنة بين المرآة المقعرة والمحدبة من حيث نوع المرآة وسطح المرآة العاكز بالنسبة للكرة التي هي جزء منها إن البؤرة في المرآة المقعرة بؤرة حقيقية فهي تقع أمام المرآة ويمكن استقبالها على حائل أما المرآة المحدبة فالبؤرة فيها تقديرية خلف المرآة ولا يمكن استقبالها على حائل أما سطح المرآة المقعرة فيمثل جزءاً من السطح الداخلي للكرة التي تعتبر المرآة جزء منها أما بالنسبة للمرآة المحدبة فإن سطح المرآة يمثل الجزء الخارجي أو السطح الخارجي للكرة والتي كانت المرآة جزءاً منها والآن لنقرأ معاً هذا السؤال المهم إذا احتوت زرة الفلور على عدد تسع إلكترونات فما هو عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الثاني لها؟ موضحة إجابتك الزرة أي زرة الفلور تحتوي على تسع إلكترونات سوف نقوم بتوزيعهم على مستويات الطاقة لنلاحظ أن المستوى الأول يستطيع فقط استعاب إلى 2 إلكترون من هذه التسعة يتبقى لدينا 7 إلكترونات نستطيع وضعها في مستوى الطاقة الثاني وذلك لأن استعاب هذا المستوى وفقاً للقاعدة المطبقة 2N تربيع سوف يقوم هذا المستوى أو يستطيع هذا المستوى باستيعاب 8 إلكترونات ونحن لدينا فقط 7 إلكترونات متبقية بعد توزيع الاثنان في المستوى الأول إذن سوف نضع 7 إلكترونات في المستوى الثاني لنقوم معاً بتوضيحها إذا رسمنا صورة للزر هذه هي نواة الزر سوف نقوم برسم المستوى الأول ونضع فيه 2 إلكترون يتبقى لدينا 7 إلكترونات نقوم بتوزيعهم على المستوى الثاني واحد إثنان ثلاث أربع خمس إلكترونات ست إلكترونات سبع إلكترونات لأن المستوى الأول أخذ إثنان فهو فقط يتشبع بإثنان إلكترون أما المستوى الثاني يستطيع حمل 8 إلكترونات ولذلك سوف نقوم بإعطاء السبعة المتبقية من التسع لهذا المستوى والآن عزيزتي الطالبة نقودك الأنهاء أيهاينا معاً دروسنا لهذا اليوم أتمنى منك عزيزتي الطالبة أن تقومي بمراجعة الوحدات جيداً والتركيز كثيراً على الأسئلة المهمة وكذلك قومي بالتدريب كثيراً على رسم الصور المتكونة بكل من المرآة المحدبة والمرآة المقعرة لأنها ضرورية وفقك الله أراك في درس جديد ترجمة نانسي قنقر